أعلنت وزارة الأشغال بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية أن أعمال تطوير شارع الفاتح عند تقاطعه مع شارع أول تستدعي غلق التقاطع ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظا على سلامة الجميع ضمن أعمال مشروع تطوير شارع الفاتح في العاصمة المناومة ستقوم وزارة الأشغال بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بتحويلات مرورية لإتمام أعمال عناصر المشروع الأساسية والمتمثلة في إنشاء الجسر الأحادي للتجاه وإنشاء النفق عند تقاطع فندق الخليج وغيرها من أعمال التطوير لذا سنوضح لمستخدميات طريق تلك التحويلات التي ستتم على شارع الفاتح عند تقاطعه مع شارع أول حسب التفاصيل آتية بداية سيتم قلق التقاطع قلقا كلية وتحويل حركة مرورية إلى جسر الدوران العكسي الجديد شمال للقادمين من شارع الفاتح وشارع أول وسيتم توفير مسار حر للدوران العكسي جنوبا للقادمين من شارع بني عتبة إضافة إلى قلق مسار واحد على مراحل وتوفير مسارين للحركة المرورية في كل الاتجاهين وسيتم العمل في الموقع المذكور ابتداء من يوم الجمعة 10 فبراير في الساعة واحدة صباحا إلى يوم الأحد لقاية الساعة 5 صباحا ومن ثم سننتقل إلى القلق الجزئي للتقاطع وتحويل حركة مرورية إلى جسر الدوران العكسي شمالا للقادمين من شارع الفاتح وشارع أول وسيتم توفير مسارين لحركة المرور القادمة من شارع بني عتبة باتجاه شارع أول شرقا وشارع الفاتح شمالا ابتداء من يوم الأحد 12 فبراير 2023 ولمدة 6 أشهر فاتهي بالوزارة بمستخدمها الطريق للالتزام بالأسجادات المرورية والعلامات التحذيرية واتباع التحويلات الخاصة بالمشروع حفاظا على سلامتهم واستخدام الطرق البديلة متوفرة